لم يكن في حساب الآباء أن تكون أسماء أبنائهم لعنة عليهم فكم من بريء معتقل في العراق تشابه اسمه مع اسم مطلوب آخر تلك هي معضلة تشابه الأسماء التي راح ضحيتها آلاف المعتقلين حتى لو كان الشخص متأكداً مئة بالمئة أنه لا علاقة له بأي مطلوب فإنه يتحاشى المرور على سيطرات القوات الحكومية والميليشيات بعد مرحلة المعارك مع تنظيم داعش انتشرت ظاهرة الاعتقال وفقاً لتشابه الأسماء وخصوصاً في المحافظات المنكوبة ومناطق حزام بغداد وبدون تدقيق أو تحقيق مجرد أن يكون اسم الشخص وكنيته موافقة لاسم مطلوب آخر يتم اعتقاله وزجه في مراكز التعذيب فيضطر أهله إلى توكيل محامين له لكن القضية تطول وقد يبقى البريء مودعاً في السجن لعدة سنوات حتى يتم إخراجه بعد دفع رشاوة كما تقر بذلك لجان النيابية أعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين أكدوا أن هناك عشرات الألاف ممن وضعت إشارة بجانب أسمائهم على أنهم مشتبه بهم ويتحدث مراقبون عن أن أكثر من ثلثمائة ألف عراقي كلهم مشتبه بهم بسبب تشابه الأسماء ورغم وجود مواد قانونية تفصل في التعامل مع قضية تشابه الأسماء إلا أنه لا يتم تطبيقها فالمشكلة ليست في القانون وإنما استغلال هذه القضية من قبل السيطرات لاعتقال أكبر عدد من المدنيين وابتزازهم وفق دوافع مادية وطائفية فرغم إمكانية اعتماد اسم الأم ومكان وتاريخ الولادة للفصل في قضية الأسماء المتشابهة إلا أن بعض عناصر السيطرات الأمنية يتعمدون إهمال هذه القراء قصص كثيرة تتحدث عن اعتقال مدنيين لمجرد أن أسماءهم تشابه أسماء مطلوبين آخرين وإن كانت براءتهم ثابتة وفق بيانات توضح فرقا بالعمر أو وجود دلائل الجسدية وغيرها من الأمور إلا أن سياسة الإفلات من العقاب أتاحت المحظورات وانتهكت الحقوق تحت ذريعة ما يدعى مكافحة الإرهاب